تم تقسيم الحالات على ألف به جيم ألف خدت مبلغ، وبه خدت مبلغ، وجيم خدت مبلغ اذا لم تشترك في القناة او تنسى تشترك وانا بفكرك لان انت ممكن تكون الصيام تعبك في اخر رمضان وناسي تشترك في القناة لا خلي بالك، انا مش حسام حك كده، لازم تشترك في القناة يلا دلوقت تشترك في القناة، واعمل لايك عشان تدعمنا وداء بيشجعني انا اني انا استمر في الفيديوهات كل سروا انتوا طيبين، ورمضان ان شاء الله ربنا تقبروا وربنا يحفو عنا جميعا يا رب اللهم انك عفو انتم حبوا العفوة فاعفو عنا من كام سنة كنا بدأنا فكرة ونجحت والحمد لله لكن ايوه بس ما نجحتش بالكلية مش زي ما احنا عايزين او مش زي ما هي المفروض تكون الفكرة ايه هي الفكرة؟ الفكرة حتشوفها بعد الفاصل فكرة جمع زكاة الفطر فكرة جمع زكاة الفطر يعني ايه زكاة الفطر؟ زكاة الفطر اللي انت بتطلحها في شهر رمضان بالاخص هي صدقة مفروضة على كل مسلم بيتطلحها في شهر رمضان عشان خاطر تحمي صيامه او هي تمرتة للصال طيب ايه الفكرة؟ الفكرة ان احنا بنجمع زكاة الفطر وبعدين بتبقى مجمعة ونوديها للفقير طيب انتم مين؟ احنا محدش احنا ناس متطوعين بنساعد على نجاح فكرة طيب كل واحد بيودي زكاة الفطر وبنفسه موسيقى اتعودنا ان كل واحد بيطلع زكاة فطره بنفسه للناس اللي هو عرفها في فقرة او للناس اللي هو متعود يديها كل سنة في شهر رمضان بس الفكرة لما احنا بدأناها من كام سنة كان ليها سبب وكان ليها هدف الهدف او السبب اللي خلانا نبدأ نجمع في زكاة الفطر لمن يريد جمعها او لمن يريد اعطاها للناس ليه ان في فقرة مش بتوصل لهم الزكاة في فقرة محدش بيديها في شهر رمضان في فقرة بترضى لشهر رمضان كله محدش بيمد عليها اي حاجة يعني انت ماذا لما ممكن تكون متعود بتديه لحد معين قريبك سواء كان فقير او مش فقير ما نعلمش لكن بتديه كل سنة ففي فقير محتاج عفوف مش لاحق او محدش بيديه الهدف من الموضوع ان احنا بندرس الحالة ونجسم الحالات نشوف عدد الفقرة ونشوف الفقير دي حال جديه وخاطر الزكاة سواء جاد ألف جاد ألفين جاد ثلاثة اي حاجة طبعا بيدينا باللم منه بتتوزع على مستحقين او على الناس اللي تم دراسة جيدا طيب لما كل واحد بيوزع زكاة فطره بنفسه ما فيش مشكلة انا قلتلك ما فيش مشكلة احنا تعودنا عليه في اي مكان ممكن كل واحد بيوزع زكاة فطره بنفسه وهو شايف الاحق او ما شايفش دي حاجة براحته او هو وكيله ربنا سبحانه وتعالى لكن لما بتتجمع او لما بيكون لها دراسة معينة ففي فجير بياخد مثلا 100 في فجير بياخد 50 في فجير بيستحق 500 في فجير بيستحق 200 مثلا على حسب حالة كل فجير بيسر الله ان الفكرة نجحت وبدأناها من كام سنة لكن نحتاجينها تنجح اكبر بفضل الله ثم بفضل جهود الناس اللي مشجعين الفكرة لان الفكرة في صالح الفقير وسبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى حيسألك عن الفقير اللي هو جارت ومسألتش عليك حيسألك عن الفقير اللي هو محتاج الصدقة دي وانت ما بحثش عنه وديت وزكاة فطره لان انت مسؤول مسؤول امام ربنا سبحانه وتعالى ان يطلع زكاتك في المكان الصحيح فالمتطوعين دول بيساعدوا الناس عشان خاطر يبدأ لوزع زكاة الفطر على المستحقين او عشان خاطر عدم التكرار كما انا قلت لكم لان كل واحد لوزع زكاة فطره بنفسه ففيه فجير بيلم زكاة فطر كثيرة وفيه فجير محدش بيديله يعني بمعنى ان انا بطلع زكاة الفطر وانت بطلع زكاة الفطر وزيد بيطلع زكاة الفطر وعباب بيطلع زكاة الفطر فكل واحد ممكن يدي زكاة فطره للشخص ونتجمع الاربع على شخص واحد فالشخص الواحد هو خد مننا كلنا احنا وفيه واحد محدش يارك عنه حاجة فلذلك الحمد لله الفكرة بنشجع الناس انها كل سنة توقف معانا والذي واقف معانا يزيد ان شاء الله وربنا يا رب يتقبل منيكم صالح الاعمال والدعوات يا رب ويتقبل منيكم زكاة فطركم وصيامكم في رمضان في النهاية الحمد لله تم توزيع المبلغ على مستحقي تم دراسة الحالات احنا طبعا نبحث الحالات قبل رمضان بشهر لكي نجمع تفاصيل عن الفجير او نجمع تفاصيل عن الشخص الذي سيستحق او لا يستحق على حسب اللجنة ترى التفاصيل في زكاة الفطر فالحمد لله تم بحث الحالات جيدا وتم وضع دراسة لها وتفاصيل كافية عن كل فجير هو بيتقاض او هو بيأخد ايه او هو حالته ايه او هو ايه ظروفه او بيمر والحمد لله تم دراسة الحالات وتم توزيع او تم جمع مبلغ الحمد لله لا بأس منهم يعني طبعا كويس يعني شمل اكثر من 48 او 49 او 50 حالة فكير اللي هما تقول عليهم فجرة اللي هما تقول عليهم ان هما يستحقوا بكافة المعايير فالحمد لله تم تقسيم الحالات على ألف به جيم ألف خدت مبلغ وبه خدت مبلغ وجيم خدت مبلغ لان احنا لما بنحمل دراسة منطلق الحالات او بنقسم الحالات على حسب كل واحد وظروفه وعدد أسرته وظروف اللي هو بيمر بها وكل واحد بيختلف عن التالي فلذلك عندنا ثلاث درجات من الحالات ألف به جيم وبنان على كده تم توزيع المبلغ والحمد لله فجهد مشكور من اهل الترعة بالأخص وجهد مشكور من الناس اللي بتساعد معنا وجهد مشكور من الناس اللي وقفت معنا وجهد مشكور وربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال السلام عليكم